موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم مشاهدينا أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الأطباء زي ما عودناكم دايما بنتكلم عن كل ما هو جديد في تخصصات الطب المختلفة النهاردة هنتكلم عن طب الأسنان عن الجديد في زراعة الأسنان هنتكلم عن تجميل الأسنان ما يعرف به الفينير أو الكراونز التربيش الأسنان إزاي نجمل الأسنان بشكل صحيح إزاي نختال لكل واحد أو لكل واحدة اللي يليق عليها هنتكلم كمان بشكل عام عن الوقاية من مشاكل الأسنان كل ما يتعلق بطب الفم وجراحة الأسنان هنتكلم عن نزيف اللسة إزاي نعالج نزيف اللسة هنتكلم عن تجميل اللسة هنتكلم كمان عن أي مشكلة تتعلق بالفم والأسنان لكن بعد الفاصل هنرحب بضفنا اللي منورنا النهاردة الأستاذ الدكتور منصور الجعار استشاري طب وجراحة الفم والأسنان بعد الفاصل استنونا أوعطوها في أي حتة ورجعنا لكم بعد الفاصل مع الدكتور منصور الجعار استشاري طب وجراحة الفم والأسنان أهلا بك يا دكتور منصور أهلا بك شرفتنا في قناتنا قناتتين وفي برنامجنا برنامج الأطباء ده شرف ليه نشو ما الله إحنا يعني كلها سبعين تلاتة كده ويبدأ المدرسة إن شاء الله فالأطفال طبعا عندهم عادات سيئة جدا إنهم بيروحوا عندهم في المدرسة بيشتروا الشيبسي والكاراتي وبشربوا مياه غزية وبياكلوا شوكولاتات وحاجات كتيرة جدا فبنلاقي موضوع تساوث الأسنان ده انتشرت بشكل كبير جدا في فترة المدارس أكتر من الأيام العادية أنا عايز يعني نقول لأستاذ المشاهدين إزاي نقي أطفالنا ونقي أسنان أطفالنا من تساوث الأسنان وما يترتب عليها بقى من خرديج ومشاكل متعلقة بصحة الفم والأسنان طبعا بسم الله الرحمن الرحيم يعني في البداية وخاصة يمكن بعد الظروف الاقتصادية الصعبة ويمكن منها أطباء الأسنان بسبب بقى غلو الخمات غلو الماتيريال حاجات كتير غليت وبالتالي الناس كتير يعني بتحبش زيارة طبيب الأسنان عشان خطر تكاليف الباهزة فاحنا بنقول دايما قبل ما نتكلم بقى في العلاج بنتكلم عن الوقاية ودايما بحب أقول أن أول حد أسس مسألة الوقاية اللي احنا بنقول عليه دايما الوقاية خير من العلاج في مسألة طب الأسنان هو النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام فذكر صلى الله عليه وسلم أكتر من مئة حديث في الحديث عن الأسنان والوقاية من الأسنان وأن قد إيه أن الواحد لما بيعتني بأسنان وبينظفها بيكون مطهرة للفم ومرضاته للرب بل كان كثيرا رضي الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابي وأنهرهم لما تدخلون علي كل حنستاكوا يعني دايما كان زي ما حضرتك قلت نزيف اللاسة بسبب تكون الجير وبسبب العادات السيئة النبي عليه الصلاة والسلام بيقول في حديثي الشريف لو لأشقه على أمتي لأنهرتهم بالسواك عند كل صلاة مع إن السواك في حد ذاته مش مشقة لكن هو النبي عليه الصلاة والسلام كان يقصد المدومة على استخدام السواك ومن هنا يعني المدومة على استخدام الفرشة الأسنان صحية اللي هي حاجة بسيطة جدا يعني دا أنت لما تيجي تحسبها حتى كمان تحس إن السواك أو العناية بنظافة الأسنان ربع الدين يعني نصف الدين الوضوء شطر الإيمان دا نصف الدين نصف الدين وفعلا أنت أصلا لو جبت إنسان ما هوش مهتم بالنظافة العامة ونظافة الأسنان خاصة بتلقب حالته النفسية غير عادية ولزيك احنا بقول برضو نظافة الأسنان مهمة جدا وبتخلق عند الإنسان حالة نفسية ممكن يستطيع أنه هو يكون بكل نشاطات حياته لو العكس بقى عنده سنانه خربانة يعني خايف يبتسم خايف يكلم الناس حالته الصحية مش حالوة عنده مشاكل في المعدة فهي البوابة لصحة الجسم فعلا يعني له هو عارف يعني الحديث مع الناس نفسه مش أفضل حاجة رائحة الفم كريهة بل من الحاجات العجيبة اللي الواحد صادفها وقراها وتعلمها أنه أنت كمان يعني في حديث غريب جدا مع أنه صحيح أنه أنت لما الإنسان يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى طاهر الفم يقترب ويقرأ القرآن يكله القرآن وقف بين يدي الله بيقرأ مثلا الفتحة بيقرأ آية من القرآن يقترب منه الملك ويدنه ويقترب ويدنه حتى يضع الملك اللي هو على يمين كل شخص فينا فاه على فم المصلي فلا يخرج القرآن من فم المصلي إلا في فيه الملك فبجد يعني تخيل بقى أن أنت مستشعر ده وانت وقف بينادي الله سبحانه وتعالى فبجد من الحاجات يعني تخيل أن النبي معينه كان بيحب الصحابة جدا جدا بس ريحة الفم نفسها لما كان بيحس بريحة غير يعني مش 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 أفضل حاجة كان يقول لي ما تدخلون علي كل حنستاكوا بهذا النهر وبهذا يعني استخدموا السواك قبل ما تدخلوا علي بالزبط ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بالزبط يعني يعني ده دليل على أنه لازم نهتم بصحة الفم يعني لازم نبقى حرصين أنه دايما نشيل بقى الأكل ودي بقى أبسط حاجة بالغسيل بالفرشة والمعجون أو حتى بالمضمضة بالمية العادية يعني وحتى كمان الأكل اللي هو له رائحة بعيدا بقى عن أنه أصلا الجير داخل يعني داخل الفم بيعمل ريحة غير عادية لأنه بيعمل صديد تحت اللاسة وبيعمل مشاكل بيعمل نزيف والواحد نايم ممكن تبصت لا في عنده مشاكل في معدته يعني النبي برضو نهان يقول لك إن الملائكة تتأذى مما تأذى منه بني آدم فعشان كده برضو الواحد لما بيأكل أكل مش كويس ريحة بق ونفسه مش كويس بل دي من الحاجات اللي النبي صلى الله عليه وسلم لما حاب يخطب واحدة قال انظري عرقوبية وشمي عوارضة فاحنا اللي يخصينا شمي عوارضة يعني بل من الحاجات اللي ذهب إليها بعض أهل العلم إن رائحة الفم الكريهة ممكن تكون من الأسباب التي يعني ممكن إنسان ينفصل عن زوجته أو الواحدة تنفصل عن زوجه طب لو تكلمنا يا دكتور عن في صورة بتتعرض حقيقة اشرح لنا كده طيب هو ده يعني في فرق طبعا زي ما احنا لسه بنتكلم ما بين الجير والتصبغات اللي موجودة على الأسنان واللي زي ما احنا بنقول بنخلي فيه بتخلي الإنسان أساسا مكسوف يضحك مكسوف يتكلم مع حد حالته النفسية مش أحسن حاجة المزاجه مش حل وقال زي ما احنا بنأكد الحالة النفسية مهمة جدا يعني تخيل واحد مثلا كده لو أخد يعني حبات نعناع مثلا أو اللبانة أو تحسن هو منتاشي كده إنما لما بيكون ده الكالكولاس أو الكونات الجيرية ده من ناحية لسانه بقى مش كده من ناحية جوة الفك السفلي ده دكتور بنصور في الفك السفلي لما تنظف بقى زي ما انت شايف حضرتك في فرق نبير طبعا طبعا بقى طبعا يعني ده يعني أثناء الزيارة بعد الزيارة بياخد مثلا بعض الأدوية اللي احنا بندهاله بتكون اللاسة بقى طبعا ترجع للون ده احد مش بيخسل خالص أو بيخسل بطريقة غلطة يا دكتور منصور عشان كده احنا عايزين نقول للناس إزاي تخسل أسنانها بطريقة مصبوطة وصحيحة 100% اللي هو يعني الطريقة المثالية لغسيل الأسنان بتبقى ازاي بما اننا بقى يعني الصورتين اللي شفناهم كلهم أو الثلاث صور كلهم راسب جريه بشكل كبير جدا مهم جدا صحيح يعني في ناس كتير تقول لك يا دكتور أنا بفرش أسناني ومع ذلك في عندي يعني نص الجير هنا يعني تقريبا ده عامل تآكل كمان في طبقة الميناء الأسنان مش بس جير ده حقيقي ده حقيقي فعلا زي ما حضرتك بتقول فعلا مسألة الفرشة دي يعني إما الناس بتسعملها خطأ إما بتسعملها بقى على فترات متبعدة أو ما بتستخدمها خالص أو بتستخدمها بطريقة خاطئة احنا عايزين نقول لهم بقى ازاي يستخدمها بطريقة صح دي برضو راسب جريه كتير جدا برضو وده مشكلة للأسف كتير يعني موجودة وناس كتير على فكرة ممكن تبقى الخامة بتاعت أسنانها والعظم بتاعت أسنانها والمعادن اللي موجودة في الأسنان مش الكلسم بس لن طبعا برضو بعض الناس متخيلة أن العظم ده عبارة عن كلسم بس لأيام مجموعة معادن ممكن تبقى يعني أسنانه قوية جدا بس يعني فعلا إهماله حاجة فوق الفظيع يعني فاحنا بنقول فعلا الطريقة المثلة للتفرش الأسنان أن احنا عندنا السنة أو الدرس لها خمس أوجه وجه داخلي ووجه خارجي ووجه اللي احنا بنكل عليه ومن اللجناب يمين وشمال فأنا لما باجي أستعمل الفرشة بفتح الفك وبفرد المعجون على الفم كله وببدأ أبعد الفكين عن بعض واسحب من عند اللاسة وأنا طالع كده من الفك وانا فاتح بقي من عند الفك السفلي مش يعني بطريقة عمودية عشان ما جرحش اللاسة من عند اللاسة وأنا طالع كده تمام والعكس من فوق كل ربع من أربع الأسنان لوحده كده يعني وأنا بفرش النحية ده بعمل كده من ناحية التانية بقلب الفرشة أعمل كده بعد كده بخش الجوة ودي المشكلة الكبيرة اللي احنا شفناها في أكتر من صورة عشان خطر محدش بيفرش أسنانه من جوة ودي اللي بتخلي تكون جير خاصة في الفك السفلي موجود بصورة غير عادية عشان خطر أنا ما باستعملش الفرشة من جوة كذلك برضو السطح اللي أنا باكل عليه لإن احنا كل خاصة الدروس بيبقى فيها كسبات وبيبقى فيها بيت سفلي ومنخفضات فالأكل بيتحشر فيها يعني الحقيقة وقصد نقول كمان أنه يعني بطرقة بسيطة جدا أنه نخسل من الأحمر للأبيض يعني من اللسى للأسنان أو زي لو أجيالنا كده اللي حضرت أياف أبو الصعود والصف الفؤالي من تحته وفقه والصف بنضيف بقى كمان لتفرش أبو الزبط بنضيف لتفرش الأسنان كمان تفرش اللسان لأن اللسان برضو حبيبي وبيباد فيه بعض يعني احنا أصلا بنغسل لي لأن بقية سكريات أو النشويات هي اللي بتبدأ تعمل لنا الكيرز أو التسوز بتاع الأسنان أو تعمل كالكولوس اللي موجود على الأسنان زي ما حقيق برضو قلت في الأول أنه الجير ممكن يعمل رائحة كريهة لفم وإحنا حرسين أنه دايما رائحة فم تبقى رائحة كويسة لأنه كمان ممكن يعمل تهبات زي ما حقيق قلت في اللسى ممكن يعمل نزيف في اللسى ممكن يعمل تسوز في الأسنان بالضبط طب لو نقلنا بقى الشقة تاني أهم يعني الناس مهووسة بي مهووسة بمعنى كلمة مهووسة وخاصة السيدات والفتاة وهو تجميل الأسنان أو الفينيرز إحنا عندنا يا دكتور منصور في حاجات الناس بتستخدمها كأنها أكسيسوريز كده يعني زي السناب أون أو ابتسامة هوليود المتحرك وفيه ابتسامة هوليود السابتة إزاي نعمل سمايل ديزاين أو إزاي نعمل تصميم ابتسامة لكل واحدة أو واحد بتليق عليه يعني برضو مش اسطنبو أنا دايماً بقول في الحلقات المتعلقة بطب الأسنان إن احنا مفيش حاجة اسمها اسطنبو يعني ما يصلح لحضرتك لا يصلح ليا يعني والعكس فكل واحد دو تفصيلة خاصة بي فأنا عايز حيك تقول لي إزاي إمتى نعمل سناب أون أو ابتسامة هوليود المتحركة وإمتى نعمل ابتسامة هوليود السابتة ويعني هل كل الحالات محتاجة فعلاً ابتسامة هوليود ولا في حالات ممكن تيجي عندك العيادة وإنت تقول لهم لا والله أنا مش أقدر أعملها لأنها أنت أسنانك جميلة جداً ومش محتاجة أي مشكلة أي تدخل مني طيب أنا بشكر حضرتها خلاص أول ده لسببين السبب لو لاني فعلاً في ناس كتير تبقى مش محتاجة فعلاً أي يعني لعب في أسنانها ومع ذلك هي عايزة تعمل يعني اللون الأبيض اللي هو التالجي اللي احنا بنقول عليه اليود السماي الأول اللي بتسامة اللي هي لونها الوايت اللي هو الفاج ده وعلى فكرة أنا كنت عملت حلقة في قناة من حوالي تقريباً 8 سنين أو 9 سنين كان لسه القصة دي منتشرة قوي وقلت على فكرة الألوان اللي هي الفتحة قوي دياً ممكن تشد العين شوية بس بعد شوية العين بتمل منها لأنها فيك لأنها فيك يعني أنا مهم جداً أن أنا حس أن أنا طبيعي يعني بعض الناس للأسف اللي هم بيعملوا القصة دي هو عايز يوصل لك حتى لو هم بيعملها الحالة المرضية عايز يعمل اللون الأبيض الفيك ده عشان خاطر يحسسك أنه يعني صرف على أسنانه يعني الراجل يعني دافع ومكلف يعني خطيباً لحضرتك بس أنا بأنصح فعلاً زي ما حضرتك بتقول أنا إذا كانت أسناني منتظمة حتى بنسبة 80% خلاص ملعبش فيها لأن أي تدخل بشري مهما يكن ومهما يعني ورونكو بيروح بعد فترة أنا ضد فكرة أن أنا أقعد أي تدخل بشري أصلاً في اللي ربنا خلقه بصورة غير يعني أنا بتدخل عشان خاطر فيه مرض بزيله أو حاجة علاجية بعملها إنما اتدخل ألعب في حاجة سليمة أنا فعلاً في بعض الحالات رفضتها لأن فعلاً أسنانها ما شاء الله هي بس كل الموضوع إنها عايزة يعني حتى عملت تبييد ليزر فما جاب لهاش اللون اللي هي عايزة اللي هو هليود اسمايل لا يعني يعني أنا بستحرم فعلاً إحنا ممكن نعمل الحالة دي عشان خاطر فيه مثلاً فتحات فيه مبيانة فعلاً شكل الواحد كبير عن سنه فيه عوجاج في الأسنان فيه كيرز أب الضبط فبالتالي عايز أغطيها دي ضرورة يا دكتور آه دي ضرورة طبعاً 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 بقى تجميل أو تكويم أو حتى زراع بشوف الحالة العلاجية والحالة الجمالية طبعاً زي الصور دي دكتور منصور كده يعني يعني ممكن تشرح لنا تعلق لنا على الصورة دي هي دي برضو صور يعني ما بعد وما قبل وبعد تنظيف الأسنان هي برضو صور في حالات تنظيف الجير فيه أعتقد فيه فيديو أو فيه صور لتجميل الأسنان لتجميل الأسنان يعني ممكن نشوفه مع بعض أستاذنا المخرج ممكن يا رضغالنا بعد إذنكو طب ممكن حيكتعلق لنا على الصورة دي كمان دي حالة حشو حشو تجميلي آه حشو تجميلي ده كيرز أول تساوس آه وده بعد بعد الحشو ما شاء الله مش باين خالص آه آه يعني يعني فيه تطور برضو في الحشوات يا دكتور منصور غير زمان يعني حالة زي دي كده كلمنا عندها برضو ده حد فقد أسنان صح؟ آه ده حالة من حالات فقد الأسنان وده يعني ده الشكل ما بعد تركيب الأسنان يعني ده تركيب ده بريج يعني ده كبري أو ولا زرع يا دكتور منصور ده عملنا زرع للأسنان المفقودة الأول وبعد كده كملنا وعملنا البريج اللي هو شبه لود اسمايل كده بالزبط يعني ده كان خلع للأسنان أه دي الأسنان الأمامية مش كده الأسنان الأمامية آه وبعد كده ركبنا بقى في الجزء الفاضي ده مش كده بالزبط آه آه تمام لو بصراحة حصل طفرة فيه والحالة دي ده ايه تسوس أسنان؟ آه ده كيرس برضو ده في الأسنان الأمامية برضو الجنب من جنب اللاسة وده برضو من الحالات المشهورة آه أو من يعني الميزيل والديستل اللي هو الأجنب ما بين كل سنة وسنة وكل درس ودرس آه وده الشكل ما بعد تجميل الأسنان آه تمام هو بصراحة حصل طفرة غير عادية فيه تجميل الأسنان ده برضو وحالة زي دي كده آه حالة من حالات الحشو ده حشو ده علات جزور ده حشو عصب آه حشو عصب الأول وبعد كده بنكمل بكمبوزيت أو حشو ليزر آه تمام يعني احنا بنتكلم احنا بنقول فيه حصل طفرة غير عادية فيه حالة زي دي طيب آه برضو نفس نفس الفكرة آه ده حالة من حالات الأسنان المتبعدة في الفك السفلي آه وحصل فيها عمليات حشو تجميل للأسنان فقفلنا بها الفراغات اللي موجودة دي احنا قلنا يا دكتور منصور طيب يعني امت يعني انت بتقول حراريك الناس بتيجي تعمل يعني أسنانها كويسة جدا وعايزة تعمل تجميل لأسنانها أو بتسامته اليود لمجرد أن أسنانها مش بيضة أو مش وصلة لدرجة البياض اللي هي عايزة نعم طبع ما احنا ممكن نستعيد عنها بحاجة تانية مثلا يعني حالات زي دي ينفع نعمل الاسناب اون أو بتسامته اليود المتحركة وبكده يبقى أنا دربت عصفلين بحجر واحد يعني أنا حفظت على أسنانها وفي نفس الوقت اديتها اللي هي عايزة ولا حقيقة بتعمل الاسناب اون إمتى والله يبص هو الاسناب اون ده بيبع حاجات مؤقتة يعني وبرضو للناس اللي هم مثلا يعني بتعملها أكتر للناس اللي هي تكلفة التكوين في المناسبات العامة خارجة مثلا في مكان في مكان ما بتلبسها حاجة مؤقتة طبعا ما ينفعش تاكل بها ما ينفعش يعني تلبسها طول الوقت فده بيبع حاجات يعني فيش تاكل بها أي حاجة حتى جاتوهات حاجات كده لا الحاجات البسيطة دي ماشي ممكن إنما ما ينفعش يعني تاكل بها أكل ناشف آه تمام خدت بلعها عشان ما لإنها بتبقى أساسا من مادة يعني ماهاش قوي يعني سهل إنها تتكسر سهل كسرها جدا آه يعني ده غير بقى بصمة اللون السابتة اللي هو الفينيرز ما هو طب الأسنان حصل فيه في العلاجات بتاعته تفرب صراحة غير عادية ووجد حل لكل حاجة يعني هو مثلا بنسبة كبيرة الناس اللي هي طبعا برضو فيه ناس بتعمل السناب اون يعني برضو كده رفاهية يعني أنا شايف إن أسنانها جميلة والسوء عايز يعمل لكن هو يعني ضروري جدا للناس مثلا اللي هو مثلا عنده عوجاج في أسنانه بصورة كبيرة ومش قادر مثلا يتكلف القصط مثلا بتاعت تقويم الأسنان مثلا لحاجة آه فهو بس عايز يفتح بقه دام الناس في الأماكن العامة وحاجات زي كده لأن طبعا زي ما احنا بقول مسألة ريحة البق أو عوجاج الأسنان والحاجات دي في قصة التقويم بتفكرني ببيت شعر زمان كنا درسناه وإحنا في السنة أقول لك وتفتحه لكانت فمن لو رأيته تخيلته بابا من النار يفتحه خطي بلها فده كان واحد بيهجو حبيبته أو بيهجو واحدة من الناس فعلا فبعض الناس تبص لاي ما شاء الله يعني جمال غير عادي تفتح أسنانه وتقول خلاص يفهلي بعد إذن طبعا بعض الناس يعني الظروف المادية أو ممكن يعمل وعوجاك في أسنان ومش متحمل القسط بتاع مثلا تقويم الأسنان تمام يعني ممكن يعمل نعمل بس تبقى حاجة مؤقتة يعني ما هو هو من الأمور المؤقتة زي مثلا التمبر كراون مثلا ده حاجة مؤقتة تقريبا هم التربوش المؤقت اه التربوش المؤقت خطي بل حضرتك فهو حاجة تمبري يعني ما هوش حاجة بيرمنت ما هوش حاجة داين دكتور منصور كلبنا كده عن يعني ايه الحاجات اللي انتو بتعملوها للناس عشان الناس يعني انت عارف ظروف الناس الايام دي يعني مش مش كويسة قوي وكمان يعني طب الأسنان مكلف جدا اللي الناس ما تعرفوش ان طب الأسنان دا مكلف مش عشان الدكتور بياخد كل الفلوس دي لكن عشان الماتيريا الاول خمات مكلفة جدا جدا نعم لان اللي بيشتغل كويس لازم بيجيب خمات كلها مستوردة نعم فيانتو ايه الحاجات اللي ممكن تقدموها ايه العروض اللي ممكن بتعملوها عندكم في المراكز بتاعتكم والله يمكن زي ما احنا بنتكلم يمكن كل العلوم اللي موجودة تقريبا لما تيجي تعرفها تقول science of كذا 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 علم بيدرس فيه كذا كذا الا طب الأسنان ما تقالش عنه science ال art and science يعني يعني الاصل فيه انه هو فن ولذلك يعني يعني ممكن نقول عليه حرفة يعني وفعلا السنس بتاع ايدي الدكتور مهم جدا ولذلك احنا فعلا الواحد بيكتهد جدا الناس عندنا في المراكز اللي موجودة عندنا يعني بفضل الله عندنا في المعادي في القطمية في حلوان في معانا كاصت من الدكاترة لان احنا برضو كمان متعاقدين مع شركات رعاية طبية ونقابات وحاجات زي كده وبنحاول برضو بقدر الامكان يعني مناسبين للناس عشان خطر القسط العالي التكلفة العالية التكلفة الغير عالية الحاجة برضو المهمة ان احنا برضو بتحاول ان انت تراعي ضميرك وبتختار اطباء مثلا برضو مميزين عشان خطر يعني اي امراض في الاسنان لا يعني مشكلة كبيرة وزي ما احنا بنقول زيارة اصلا طبيب الاسنان غير محببة فبتكتهد برضو ان انت تكون قريب الصلة مع المريض يعني ما تخوفوش لان طبعا فيه ناس كتير ببتبع عندها فوبيا خاصة انا لسه اسألك عن الموضوع ده اه تماما يعني مازال تطبي الاسنان يعني عشان اخد انا قرار اروح للدكتور الاسنان بفكر مليون مرة يعني بفكر في اكتر من حاجة اول حاجة انا بخاف اروح مكان لقدر الله يحصل لي عدوى منه لانه وارد جدا حتى لو دكتور الاسنان بيكشف عليك بس مجرد الكشف لو هو دكتور غير امين ممكن يقلل لك عدو نعم تاني حاجة انا بخاف من ابرة البنج يعني مازال ده يعني التخوف الشديد لدى الكثير مننا سواء كنا سواء كانوا اطفال سواء كانوا شباب سواء كانوا بنات ولاد ناس كبار كل الناس مازالت بتخاف حتى الناس اللي لها تجربة مع طباء الاسنان فيه تخوف تالت الناس بتخاف تروح للدكتور الاسنان لان انا ممكن اكلف نفسي كتير جدا جدا وفي الاخر ملقش حاجة اللي انا عايزها يعني ملقش الحاجة اللي انا عايزها تعملت لي او اعمل حاجة وتفشل انا عايز حاجة تقول لي ازاي نسيطر على خوف المريض ان خليه اخد قرارهم لازم يروح للدكتور ومن غير ما يخاف ما يخافش من حقنة البنج وما يخافش من العدوى وكمان بتتقدم له خدمة طبية متميزة جدا وان شاء الله الديورابيليتي او استمرارها استمرارها فترة طويلة وطبعا من الحاجات المهمة اللي حضرتك بتقولها طبعا للأسف بسبب برضو تاني بنقول ان الحاجات بقت غالية قوي فتلاقي ناس كتير النهاردة جزء كبير من الناس بيتصل هو انا الخال عندكو بكام الحاشو بكام انا مهم وانا الواحد برضو بيراعي القصة دي دايما نقول الدكاترة لو واحد حاسس انت من الهيستوري اللي انت بتاخده للمريض التاريخ المرضي اه التاريخ المرضي الشخص اساسا حد مثلا دخله 2000-3000 جنيه اتكلمه في في زيركن او ايماكس طبعا يعني برضو مهم جدا ان الطبيب من الهيستوري اللي بياخده من المريض يعني يراعي حالة المريض ما جيش احرجه ما جيش مثلا مثلا من الحالات اللي جاتلي حالة فعلا هكيد طبعا بدء ادوار خالص يعني الحالة بتاعت الفم سيئة جدا بس انت بتطبطب على المريض مش بتقول له انت عامل لك يعني جالي اساسا نقول لي ان رحت لدكتورة وقالت لي هو ده بؤت لا اتهاب البهو ربنا ايوة سيت وجايلك عشان تعالجيه عشان تريحيه عشان تطبطب عليه يعني هو الطب من كده ان الواحد فعلا يكون طبه يعني يعني مرضه ان هو حس بوه قرب منه مش ان انا تعال عليه وايه البوء ده وانت جاي مش غاسل بوءك لا يعني اخده بالراحة علمه لان الحاجات دي وفي نفس الوقت برضو لو انا استطاعت ان انا مسلا مش كل الحالات في زكوات في اي مهنة في الدنيا العربية للواحد ركبها ملاكي ممكن تخلي واحد على الطريقة تقول له ركب معايا فبرضو انا دايما اقول مش شرط ان انا مسلا بعمل حشو العصب مسلا بألف جنيه بوهو لازم ألف جنيه واحد ما معهوش يعني ممكن نعمله مجانا وده يا دكتور منصور بيقع تحت بند جبر الخاطر وجبر الخاطر ينجي من جوف المخاطر طبعا طبعا ويقع تحت بند او مقولة صناقع المعروف تقي مصارع السوق نعم دكتور منصور شرفتيني اشكرا واسعادتيني وان شاء الله نلتقي بيك في حلقات جاية كتير ان شاء الله ان شاء الله بنشكر الأستاذ الدكتور منصور الجعار استشارة طب واجراحة الفم والأسنان ونشكركم مشاهدين على حسن المتابع وعلى وعد بحلقات قادمة ان شاء الله قبل هذا الموعد بنصف ساعة يعني الساعة الثلاثة تقريبا يوم الخميس القادم ان شاء الله وضيف جديد وحلقات جديدة متعكم الله جميعا بالصحة والعافية والست واصعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير وفرح وهذه تحياتي أحمد عبد الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته